السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكون كاملين بخير على خير وفي احسن الاحوال محروا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية واحوال تمة وبطبيعة الحال مع اخر الاخبار واخر المستجدات اخواني اخواتي ماكرون يستفز المملكة المغربية وهذه خطوة ممكن انها تؤدي الى قطع العلاقات كذلك قد نهضروا الى جريدة اسبانيا قد صلت الضوء على الامير مولاي الحسن وقدر واحد المقارنة الشاسعة بنوبي الاميرة ليونور بقو معي الاخوان شوفوا التفاصيل هذا الموضوع ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يريث الله الارض ومن عليها وعش المغرب لا عشى من خانه ولا غالب الا الله متتبعي الاوفياء شكرا بزاف للدعم دلكم وتشجيع دلكم والبرتاج اللي جزيكم بالخير اما الضيوف الجداد فمرحبه والفمرحبه على بركة الله سوف ندخل الزور بالموضوع اخواني اخواتي تناولت جريدة الاسبانيول الاسبانية مقارنة بالمستقبل المغربي والمستقبل الاسباني يعني مقارنة ما بالامير مولاي الحسن والاميرة ليونور اتيها الجريدة رقزت في المقارنة ديالها للامير مولاي الحسن لعندو 18 لسنة مع ليونور حضرتها 15 لسنة على 3 ديال النقاط ثلاثة ديال النقاط باجدtempsوا لهم المقارنة وهي خطابة الاميرين دراسة ديالهم والمهام التي تكلت لهم وتطلقت هذه الصحيفة إلى خطاب كل من الأميرين بحيث أن الأمير مولاي الحسن ولي العهد دي المملكة المغربية مولاي الحسن الخطاب دياله الأول كان في الخطاب دياله الأول اللي كانت عنده 8 سنين في الأكاديميا العسكرية في القنطرة بينما الأميرة الإسبانية ليونور لم تلقي الخطاب ديالها الأول حتى بالغاتس 14 سنة ومن ناحية ديال المهام فقد تمكن المولاي الحسن من القيام بأول عمل منفرد قبل 7 سنوات بالدار البيضاء وكان ذلك في فبراير 2010 دون حضور والديه بحيث سفر من الرباط إلى الدار البيضاء للاحتفال بمعرض الكتاب الدولي أما الأميرة ليونور الإسبانيا في الصغرقات لمدة أطول للقيام بعمل المفرد وكان ذلك في 24 مارس بحيث قطعت واحد المسافة صغيرة اللي هي 16 كيلومتر فقط أما فيما يتعلق الدراسة المقارنة ديال الأمير والأميرة الأمير المغربي والأميرة الإسبانية فيما يتعلق الدراسة ديالهم فالأميرة ستسافر في غوش إلى ويلس لدراسة البكالورية الدولية في الكلية الأطلسية لكلية العلوم المتحدة لمدة سنتين أما ولي العهد الأمير الحسن لم يتجاوز حدود المملكة المغربية للدراسة دياله يعني أتابع الدراسة دياله في الأكاديمية المغربية وهو الآن يدرس بجامعة الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب أما فيما يتعلق الموضوع الثاني غدينتقلوا الفرنسا اللي كتستفز المملكة المغربية وكتستفز جلالة الملك محمد السادس بواحد التصرف اللي ممكن غد يؤدي إلى القطيعة من بعد ما تم تسجيل تقارب بين ألمانيا والمغرب يعني في هذه الأيام الأخيرة وعادت العلاقات الدبلوماسية إلى الطبيعة عديلها وتحسنت العلاقات كالمخططات جدد واتفاقيات جدد مع ألمانيا قام البرلماني الفرنسي على استقبال واحد الوفد ديال جبهة صندالستان من أجل المواجهة ديال المملكة المغربية وكي تكون هاد الوفد ديال صندالستان من ممثل لدى الاتحاد الأوروبي أبهم بشرهم البشير اللي جاب معه المحامية دياله وجاب معه كذلك واحد العجوز فرنسية واللي كالدعب للزوج ديالها الصحراوي معتقل في المغرب وهاجم هاد البشري البشير المريطاني هاجم بشدة المملكة المغربية خلال الاستضافة دياله في هاد الجلسة المنعقدة أمس الجمعة واللي حضرها سياسيين بعض يصار فرنسيين متطرفين كما ندد بسياسة فرنسا بهذا الملف معتبران بحس به ما نشرته وسائل اعلام ديال سندلستان باللي السياسة اللي تبنتها فرنسا لمقاتش سيرية بل رجعت أمرا واضحا واكد هاد الممثل ديال سندلستان البشير او ما يسمينه بوشراي البشير باللي فرنسا ضلت كتدعم الموقف ديال المملكة المغربية حيث المغرب او المملكة المغربية رفضة رفضا تاما استفتاء تقرير المارسير وتمديد كذلك صلاحية بعضة المونيرسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية دعيا الى الغاء الاتفاقية المبرامة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية اللي كتضم الصحراء المغربية وبهذا الاستفزازات اخواني اخواتي البرنامج الفرنسي كي يطرح واحد خطوة اكتر علامات استفهام خاصة انها كتجي مرا الموازات مع التقارب لشهدات العلاقات الدبلوماسية ما بين المملكة المغربية وبرلين يعني بعد سنة كاملة من قطع العلاقات هنا كي جينا واحد التساؤل فما تريد فرنسا من وراء هذه المناورة الخطيرة يعني فرنسا واش كتقلب على مشاكل مع المغرب او كتقلب على قطع العلاقات مع المملكة المغربية بحيث العلم كامل عارف باللي الصحراء المغربية خط احمر بالنسبة للمغرب وبالنسبة للمغاربة مهم اخواني اخواتي وصلنا النهاية لهذا الفيديو كنتمنى انكم تدعمونا بلي لايك ديالكم تشجعونا بالبرتاج واشتركو في القناة لأول مرة شوف هذه القناة بطبيعة الحال عجبوا المحتوى افعل الجرس بجي ما يتوصل بالجديد ودائما مع القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يليث الله الارضة ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله تحية لكم كبيرة وجزاكم الله خيرا على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا